تعيش النساء الحوامل في عدد من المناطق المغربية خصوصا الجبلية منها على وقع معاناة كبيرة طيلة فترة مخاضهن التي قد تطول أو تقصر وكذا أثناء تنقلهن نحو المؤسسة الاجتشفائية من أجل الوضع وتعتبر الجماعات القروية الواقعة بجماعة تفراوت واحدة من هذه المناطق الجبلية بالمغرب التي شهدت معاناة نسائها الحوامل منذ سنوات خلال مراحل حملهن بسبب بعد المسافة بين مقرات سكنهن ودار الولادة الكائنة وسط مركز مدينة تفراوت ولهذا السبب تصدر مطلب بناء مركز استشفائي محلي بيتا فراوت لائحة المطالب التنموية التي ما فتئت جناجر ساكنة جماعات أدرار بتزنيت تصدح بها ضمانات لتوفير فضاء جيد لنساء المنطقة المقبلة على الوضع وتفادي تسجيل وفيات في صفوفهن أو في صفوف أجنتهن أعطيت يوم السابع عشر نوانبر الجاري الانطلاق الرسمي لمؤسسة دار الأمومة بيتا فراوت التي تعد ثمرة شراكة بين جمعية إسفار للصحة والتنمية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والوكالة الوطنية للتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان إلى جانب عدة شركات مواطنة وبلغت التكلفة المالية الإجمالية لهذا المشروع الاجتماعي ما مجموعه 4.2 مليون درهم ساهمت فيها جمعية إسفار للصحة والتنمية بصفتها لاي أحاملة المشروع بميزانية 1.7 مليون درهم والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمن برنامجها الأفقي بعلاف مالي قدره 1.5 مليون درهم إضافة إلى مساهمة الوكالة الوطنية للتنمية مناطق الواحات وشجر والأركان بمليون درهم إلى هنا ينتهي خبر اليوم لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا دائما بكل جديد إلى اللقاء